من العاصمة الوردنية عمان الكاتب والباحث في الشأن العراقي رعد هاشم استاذ رعد مساء الخير شكرا جزيلا لوجودك معنا في نشارتنا في هذه الأيام المؤسفة التي تمر بها بغداد من المسؤول برأيك عن هذا المشهد المزري الذي تعيشه عاصمة العراق ومناطق ومحافظات أخرى في أول دفعة مطرية غزيرة هذا الموسم من المسؤول تحية لك والمتابعين الكرام يعني المسؤول بالتعاقب الحكومات الحكومات التي تولت مسؤولية البلد منذ 2003 أو ما بعد الانتخابات لنقل وتشكيل أول حكومة عراقية برئاسة المالكية وإلى يومنا هذا لا ينصب جهود الحكومات المتعاقبة بجهدها على موضوع هذه المهمة الأساسية وهي التصريف المائي أو التصريف الصحي هذه القضية مستعصية في كل محافظات العراق بالمناسبة وليست في بغداد فقط وليست متعلقة بأمانة العاصمة في بغداد كل محافظات العراق الآن تعاني من نفس هذا الشيء لعلنا شاهدنا قبل ثلاثة أربعة أيام موضوع الفيضان في البصرة والسيول الجارفة في ديالة وكيف حتى جرفت كثير من الألغام على المدنيين على الحدود مع إيران هذه المشكلة المستعصية كل أساس بلاءها هو الحكومات المتعاقبة وأس الفساد الذي دبه في أمانة العاصمة أو البلديات في ما يخص المحافظات لذلك ترى أن جميع أطر المسؤولية تلحق بأمانات بغداد التي تعاقبت عليها منذ فترة عبعوبة التي سخرت منه الدنيا كلها حينما أرجع كثير من أسباب موضوع الفيضانات إلى الصخرة الكبيرة وإلى موضوع سخرية واستهزاء من كثير من المفاصل المتعلقة في قضايا جدية ومصيرية ترجمة نانسي قنقر